هذه التحديات على مزاوية العمل البرى لاستغلال العمل البرى لكشف العدو وتدميره نعمل على تدمير مقار الحرب اليوم قد اغتال الجيش بتخطيط قيادة الجنوب قائد لوائي الشاطئ وهو من قاد عملية والحرب في الشهر الماضي في الشاطئ تحت قيادتي خرجوا غرجة الهجم في 7 من اكتوبر سوف نظل نسعى وراءهم ونلاحقهم حتى يتم تصفياتهم جميعا هذا ما فعلناه بالامس في سرية 173 من المختطفين لا زالوا في غزة هم نصب اعيننا دائما يجب ان تعرفوا اننا نجري تقييما للوضع من راحية استخبارية وعملياتية طوال الوقت هذا يحدث في القيادة بقيادة النيتليون الذي خول من قبل رئيس الأركان والأذرع الأمنية نعمل على مدار الساعة ونوجه بكل قوة ذات صلة لنتأكد من اننا لا نعرض للخطر رجالنا وسنفعل ذلك دائما سنفعل كل شيء لعادتهم في الشمال نحن نهاجم من الجو أهدات إرهابية لحزب الله ومصادر إطلاق للنيران وواحد من تلك التهجمات في لبنان أدت من جانب هلال إلى هجمة عسكرية وقد أصيب على إثرها أدد من الجنود وهم يتلقون العلاج سوف نواجه بكل قوة ونجه كل التهجدات قوتنا حاضرة بقوة في الشمال والجنوب اليوم نشهد تعليمات الحماية في الجابها الداخلية أنصحكم بأن تتابعوا وأن تحدثوا معلوماتكم وأن تلتازموا بالتعليمات التي تنقذ الحياة في الصباح بدأنا بتجنيد جديد للجيش وفي الأسبوع الماضي أنهينا تجنيد محاربات في الجيش المقاتلين والمقاتلات الذين يتجندون في سلاح الجيش وفي القتالية ندعو لهم بالتوفيق هل ما زال يحيى سنوار موجود في خان يونز هل هناك معلومات حول قادة حماس حول أن إن كانوا قد استغلوا الهدنة وهربوا نحن نتابع مع المخابرات والاستخبارات العامة ونتابع التطورات باستمرار وهدفنا هو تصفية جميع هؤلاء القادة ولن أفصح عن المعلومات الاستخبارية ولكن هذا أمر نقوم بها على مدار الساعة هدفنا الأهم هو إنهاء وتصفية قادة حماس بالنسبة لهجمات الحثفيين من اليمن ما هي الأهداف التي تستهرفونها وهل تنوي البث إذن نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاقاري هو السؤالة على الموضوع الذي تبعناه خلال هذه الساعة عن التواغل البري في خان يونز إذا كان يعتقد أن يحيي السنوار ميزيل في خان يونز تهرب من الإجابة وقال أنه لن يفصح عن المعلومات الاستخباراتية ولكن قال أن هدفنا هو إنهاء وتصفية قادة حركة حماس وبأن القوات الإسرائيلية تعمل على تحقيق أهدافها من خلال هذه العملية العسكرية في قطاع غزة وفي جميع أنحاء القطاع سواء كانت في الشمال وفي الجنوب طبعا العمليات البرية هدفها تدمير حماس والقضاء عليها إذن كما أكد دانيال هاقاري قبل قليل في هذا التحديث اليومي يومي